دلوقتي معانا مدخلة حاتفية مع الأستاذة رانيا فاية الأستاذة رانيا فاية هي المنسق العام لمشاركة وزارة الثقافة في مهرجان العالمين ولها نتكلم معاها أكتر عن الفعاليات الثقافية اللي حققت نجاح كبير جدا في مهرجان العالمين في دورته أو في نسخته التانية أهلا بحضرتك أهلا يا فندم أهلا بحضرتك مساء الخير وأهلا بحضرتك أستاذة رانيا والحقيقة أنه الفعاليات الثقافية ووزارة الثقافة كان لها دور مميز وقوي جدا جدا في النسخة التانية من مهرجان العالمين مع ختام فعاليات المهرجان نحب نعرف من حضرتك أي أهم الفعاليات الثقافية اللي تم تنظمها في المهرجان السندي في دورته التانية الحقيقة احنا يعني في وزارة الثقافة السندي كان فيه شراكة كبيرة جدا جدا مصمرة ما بين الوزارة والشركة المتحدة للخدمات الاعلامية اشتغلنا من شهور كتيرة كان في رغبة مشتركة ان احنا نطلع كل البرامج الفنية والثقافية عروض موسيقية ومفرح وحاجات مخصصة للأطفال وفولكلور وفنون تراسية كل حاجة فحقيقة كان في جدول برنامج فني كتير جدا جدا في كذا منطقة يوميا نشغالين في مناطق اغرافيا في كذا نقطة في المهرجان مشاركة كبيرة والجماهير حقيقي يعني بتبقى سعيدة والتفتح حوليني شرق وبتطلب منهم يعيد ومرة واثنين وفي شرق طلبة وجبناها تاني فاحنا سعداء جدا بالاقبال الكبير جدا من كل زوار العلمين الجديدة من كبار وصغيرين كل الأعمار وكل الماس اللي زارتنا يعني احنا سعداء بكل حاجة قدمناها لهم فمثلا احنا كنا في المنطقة الشاطئية احنا يوميا من بداية المهرجان عندنا ثلاثة عروض يوميا يعني فقرات عديدة جدا من السرطة القومي بتبقى الساعة تسعة طبعا بتحظى بقبول كبير من كل الأعمار يعني فقرات وكل أسبوع كب بتبقى فيه فقرات متجددة عن الأسبوع اللي قابلين وفرقتين فنون شعبية والتعرضية احنا لحضر بالوقت تقريبا فيه 23 سرقة شاركوا في نسخة المهرجان من محافظات مختلفة وفيهم فرق أطفال يعني وزارة الثقافة بتدعم النشق فإحنا عندنا فيه فرق زي طلاقة الأنفوسي وكذا فرقة تانية الأعمار من ست سنين ففرق الثنون شعبية بتؤدي وأعمار صغيرة جدا وكاد بتلاقي بتلاقي قبول رهيب عند الجماهير بفرحانين اليوم يعني وكن بيبقى فيه حرص من الفرق نفسها إنها تتواجد في المهرجان ده شيء بنظرهم كان حاجة فخر اليوم يعني فيه برضو كانت مشاركة جبيرة في ملتقى الإبداع في العالمين الجديدة ملتقى الإبداع ده كان عبارة عن معرف حرف تراثية من مختلف يعني أنواع كتيرة من حرف التراثية الإشرة والصدف والنحنة والحلية والنسية والشف تشف والسنتقات ووقتات وحاجات كثيرة جدا جدا وكان فيه ورش ورش نعلم منه إزاي تعمل شغل خيامينية إزاي تعمل شغل إشرة وكان بي الصغيرين كانوا بتدسلوا جيدا الأطفال بالورش أكيد أكيد بيستمتعوا جدا طبعا وكان فيه معرض كتب من إصدارات ودارة الثقافة وكان كنا حارسين إن إحنا نتيجة العنوين ما تم إصداره عن الوضعية الفلسطينية من جميع قطعات الوزارة فكنا يعني دي لفتكت مهمة بما إن المهرجان بيدعم يعني وستين في المئة من أرباحهم وموجهة للإخواتنا في فلسطين فكان فيه حرص دايما إن إحنا يعني أي حاجة نستغل فيها نحاول نحط لنسة لفلسطين فيها برضو كان فيه المكتبات المتنقلة فيه تم تدشين عدد من الكبير من المكتبات المتنقلة لمحافظات الحدودية يعني معي وزير الثقافة دكتور أحمد فؤادهنو كان متواجد وأطلق المكتبات إلى المحافظات الجمهورية المكتبات دي مشروع عظيم بيروح للمحافظات الحدودية أو النائية اللي ما فيهاش ممكن لتا مكتبة أو أصل الثقافة فخدمة متنقلة برعا مكتبة اطلاع وبرش وكمبيوتر وحاجة رائعة بصراحة وفضلت معنا على مدار برضو أسبوعين مكتبتين اللي يومين كان فيه الولاد يعودوا ويرسموا ويلعبوا ويضسوا ويطلعوا ويقروا غير برضو المصرح الروماني يعني المصرح الروماني كانت حاجة عظيمة صراحة يعني إحنا الحمد لله عملنا تقيبا 14 عرض العروض كانت مدين نسيقة وعروض مصرحية وعروض موجهة للأطفال يعني أفضلين مثال كان عندنا طبعا باند المصريين مايصر هنشنودة كانت من الحفلات الحلوة جدا المميزة الناس اتبسطت فيها جدا وكان عندنا كرالتا في المواهب تابعة لدار القطرة كان فيه ليلة فلسطينية مصرية كانت من أحلى الحفلات والإقبال والجماهير والتفاعل كان حاجة عظيمة وبرضو كان فيه ليلة الأبطال الشركة المتحدة حبت تحتفي بالأبطال الأولمبياد فكان الحمد لله كان هنا مشاركة معاهم نحن كدنا فرقة تابعة لوزارة الثقافة من الفرقة المصرية وقادمة لعملة الحفل التعليم في الأبطال وفيه أوفريت برضو تم إنتاجه خصيصا أوفريت مصرحي غنائي تم إنتاجه خصيصا عن العالم معلمين وتم عرضه يا دوبك الأبطال اللي كانت تقريبا وحضور معاهم وزيز فخافة فإحنا يعني عملنا الطراحة يعني الليلة كديرة العرض التالي ده حقيق ده حقيق وعملناه وصر إطردة وعرض الأرجوز وخام يعني حاجات كديرة الحمد لله الحمد لله إحنا فحورين بالمفاركة وسعداء بالشراكة المثمرة مع الشركة المتحدة ومتعرفين فبنقول بعض إحنا هنعمل أسنة جاية يعني لو لدينا نصيب وعمر يعني إن شاء الله نعمل أضعاف أضعاف إن شاء الله إن شاء الله علينا سقف النجاح وعلينا سقف التوقعات الحقيقة أستاذة رانيا وخليني أقولك أنه حقيقي وزارة الثقافة كان لها دور فعال السنة دي فق المهرجان على جميع المستويات لجميع الفقات العمرية زي ما كنت بقول نجحته نجاح يعني بجد مشرف وإن شاء الله يا رب كل النسخ اللي جاية وكل السنوات اللي جاية تقدروا تحققوا أكتر وأكتر وأكتر لإسعاد الأسر المصرية ولإسعاد الطفل المصري ولإسعاد كل الوطن العربي لأنه الحقيقة إنه الزائرين في مهرجان العالمين السنة دي كانوا من كل الجنسيات مصريين عرب أجانب فالحقيقة إنه المهرجان فقل التوقعات الحقيقة السنة دي في نسخته التانية وإن شاء الله اللي جاي أحسن وأحلى وأحلى وطبعا الشركة المتحدة يلاقي الخدمات الإعلامية عيقونة نجاح في الوطن العربي بشكل عام إحنا مش بنتكلم بس عن مصر أنا بشكر حضرتك جدا أستاذة رانيا المنصق العام لمشاركة وزارة الثقافة في مهرجان العالمين على المداخلة التليفونية